هو للقلوب ربيعها وجلاغها وملاثها من قسوة الأحزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمه سبحانه جل وعلا تتم الصالحات نشأل أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشأل أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وارض اللهم عن زوجاته أمهات المؤمنين وآل بيته وعلى صحابته وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته مهما طال الزمن بنا أيها الإخوة فإن لكل إنسان فينا ساعة سيحيى لحظات أخيرة هذه اللحظات هي ساعة الاحتضار حين يجلس هذا الإنسان وهو ينظر في من حوله والجميع لا يعي ما الذي يحدث معه لأنه في آخر اللحظات وباختصار يكشف عنه غطاء آخر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هذه اللحظات يجب أن لا تغادر مخيلاتنا أبدا يجب أن تبقى ملازمة لنا ما دامت هذه الروح في هذا الجسد وما دمنا أيها الأفاضل ننعم بنسمات الهواء الذي نستنشقه دليل حياة ودليل أننا لا زن في هذه الدنيا أيها الإخوة الأكارم فرق وبون شاسع بين اللحظة التي يحياها المؤمن في آخر حياته وهو يغادر هذا العالم وهذه الدنيا إلى الآخرة وبين اللحظة أو الساعة التي يحتضر فيها الكافر المتكبر العاصي الذي أعرض عن ذكر ربه شتان وفرق وبون شاسع بين الأمرين وبين الحالتين في هذه الآيات التي نتناولها اليوم من سورة فصلت نتناول ما أخبر عنه سبحانه جل وعلا من حالة خروج روح المؤمن من حالة احتضار المؤمن تلك اللحظات الأخيرة الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم في سورة الأحقاف يقول ربنا سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وكأن آية الأحقاف اختصرت المشهد ولم تفصله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنها أكدت أنهم أبعد الناس على أن يخافوا وأبعد الناس على أن يحزنوا تحقق فيهم معلم الاستقامة من قول مستقيم ومن عمل مستقيم لأن ثم تفرق أيها الأكارم بين أن تقول القول المستقيم ثم أن تفعل الفعل المستقيم لأن القول قد يكون سديدا ولكن العمل لا يكون سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم إذن هناك القول السديد ثم بعده العمل الصالح فمن نتاج القول السديد أن يظهر في ثمرة في حركة الحياة هي عبارة عن نتاج عمل القول لابد أن لا يبقى قولا وإنما أن يتحرك به صاحبه إلى العمل والعمل لابد أن يوصف بالصلاح ولكي يكون العمل صالحا لابد أن يكون مشروعا وفق المشروعي الكتاب والسنة وأن يكون فيه الإخلاص الإخلاص التام وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إذن أما في الآية التي معنا اليوم في سورة فصلت فإن الله عز وجل يفصل تفصيلا حالة استقبال المي الحي في آخر حياته لملك الموت كيف ينزل عليه ملك الموت إنها حالة أيها الإخوة يجب أن يتخيلها الإنسان أن يستفز خلده ويفهم ما قاله الله عز وجل وما بلغ عنه النبي صلى الله وسلم في هذا القرآن العظيم في سورة حري بنا أن نستحضرها وكأننا نراها لأن كثيرا من الناس ربما يهاب جدا أن يجلس إلى محتضر أو أن يغسل ميتا أو أن يدخل إلى حفرة قبر وفي الحقيقة أيها الإخوة هذا ليس مسلك العقالة أبدا وعلمت بأني حيث ما سال القوم سائر إلى متى تفر من أن تجالس محتضرا أن تحضر جنازة أن تدخل لتشهد تغسيل ميت أن تلج إلى تلك الحفرة فتنزل أخاك الذي مات أو تنزل من تعرف أو من لا تعرف من موت المسلمين أيها الإخوة الأكارم الحقيقة لا بد أن تواجهها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إذن قالوا ثم استقاموا ومفهوم الاستقامة نحن دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم وربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه عندما ذكر الوصايا العشر قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ختمها في صورة الأنعام بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة قال له سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير إذن عندما حقق أهل الإيمان استقامة في قول بقولهم ربنا الله ثم كانت مقتضايات الإيمان بالله عز وجل والاستقامة في إعلان وحدانية الله سبحانه وعبادة الواحد لا شريك له ثم ترجم هذا إلى استقامة تأتي اللحظات التي يختم فيها ملف الحياة ما قدموا بين أيديهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبين بما تعملون كان السلف إذا حضر أحدهم الجنازة يقول لمثل هذا فليعمل العاملون نعم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذه اللحظات التي ذكرتها صورة فصلت فليعمل العاملون قال تتنزل عليهم الملائكة تتنزل لأن حركة قبض الأرواح تتم في كل رمشة عين في هذا الكون فقال تعالى تتنزل في قضية تنزل الملائكة أو تنزل الملائكة في ليلة القدر قال تنزل الملائكة لم يقل تتنزل لأن النزول دفع واحدة في ليلة مخصوصة في وقت مخصوص أما في هذه الحالة قال تتنزل عظم الحدث مع عظم الكلمة ومع أن هذه العملية تتم في كل رمشة عين كما ذكرت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قال تتنزل عليهم الملائكة ملائكة قبض الروح كل إنسان يوكل له ملك ليقبض روحه هذا الملك كغيره من الملائكة كان هذا المؤمن الذي استقام على هدي الله يؤمن بوجود الملائكة وطالما قرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل نامن بالله وملائكته وكتبه ورسوله فمن بين أركان الإيمان أنه كان هذا المستقيم يؤمن بالملائكة بالمخلوقات النورانية وقرأ عليها في القرآن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقرأ يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قرأ وما يعلم جنود ربك إلا هو وقرأ من كان عدوا لله ورسوله وجبريل وميكائيل قرأ على الملائكة إذن كان يؤمن فاستقام على هذا الإيمان لكن الإشكال الذي يقع أيها الأكارم الإيمان بشيء غيبي حين يتحول في لحظات من لحظات مفارقة هذا العالم إلى عالم مشاهدة يحدث عند الإنسان رعب وخوف رعبا كبيرا وخوفا عظيما كيف لا والصورة تصور حالة نزول الملك المكلف بقبض الروح إذن هو نزول لمخلوق أنت آمنت به ولكنك لم تره ونزول لمهمة يخافها كل إنسان نعم الموت ليس أمر سهل أيها الأكارم ولهذا كانت البشارة الأولى على شكل نهي قال تعالى لا تحزنوا إذا لا تحزن ألا تحزنوا أنتم يا من استقمتم على هدي الله إن الله عز وجل سيكرمكم بأمر مخصوص لكم أي لا تحزنوا حين يحزن الآخرون أي لا تخافوا حين يخاف الآخرون ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخاف من مشهدي هذا الملك لا تحزن على ما ستترك البداية ألا تخاف من نزول الملك ثم ألا تحزن على ما ستترك لأن مجرد نزول الملك سيحدث عند هذا المحتضر حالة من الخوف وحالة من الحزن خوف من مشهد الملك وخوف مما سيترك بفقدان المال والولد والأهل لأن فراق الأحبة ليس أمرا هينا وحرص الإنسان على أن يترك ما أحبه جبل عليه الإنسان من بدء الخليقة الإنسان مجبول على أنه لصيق بكل نعمة حباه الله سبحانه وتعالى بها فلهذا جاءت الآية ألا تخافوا ولا تحزنوا الإنسان سبحان الله وهو ينظر في هذه اللحظات يرى من يحبه يرى أولاده ويرى زوجه ويرى كل من أحبه ولكنه يعلم علم يقين وعين يقين وحق يقين بأنه لا يملك له أحد لا نفعا ولا ضر لا يستطيع إنسان أن يرد الملك وأن يرد عليه قدره إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين الحقيقة التي حين ينساها الناس وحين يتنساها الناس يفعلون الأباطل ويفعلون المنكرات ولا يرعوي أحدهم من أكل مال اليتامة ولا من أكل مال الحرام ولا يخاف لا من سلطان ولا من يوم القيامة لا يخاف من لحظات سيسأل الإنسان عن كل درهم أكله من الحرام وعن كل مظلمة وعن كل اعتداء لأن هذه الحالة كثيراً ما ينساها الإنسان وخاصة أن الإنسان بطبعه ينسى ينسى موت الغفلة ينسى موت الفجاء ينسى الفاجعة ينسى بأن المالك لا يستأذن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كان لقمان يوصي ابنه فيقول له يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغته وكم من حالة رأيناها في حياتنا في واقعنا المعيش كم رأينا من لاعب يلعب الكرة وهو يهرول ويجري وهو في غاية العافية والصحة وتراه وهو يجري دون نصب ودون عياء وفجأة إذ بالمسعفين إذ بالمسعفين يلجون إلى الملعب يجرون وإذ بالملعب بجمهوره تخفت فيه الأصوات ولا تسمع لهم همسة فتحمله سيارة الإسعاف ليخبروك بأن فلانا هذا الذي كان يجري في الملعب توقف قلبه إذا كنت أنت أيها الرياضي وجاءك الموت على غرة وعلى غفلة فكيف بالعليل وكيف بالمرير وكيف بالشيخ الكبير أيها الإخوة إن هذه المعاني في غاية القوة هي التي تردعنا هي التي تخيفنا هي التي ترجعنا يقول الشاعر ولدتك أمك يبنى آدم باكيا الساعة الأولى والناس من حولك يضحكون سرورا لأنهم فارحوا بقدومك وفارحوا عندما بكيت لأن بكاءك وصراخك بعد خروجك من بطن أمك هو دليل حياتك فكان بكاءك سببا لانتشار الفرح وإعلان البهجة بأنك قد ولدت حيا ولدتك أمك يبنى آدم باكيا والناس من حولك يضحكون سرورا فأعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا إذن لا بد أنك تتذكر بأن ساعة الولادة كنت أنت الباكي وغيرك يضحكون فإذا كنت ذكيا وكيسا وفطنا فاجعل من ساعة الاحتضار هاته اجعل منها ساعة تكون أنت تضحك في عالم هم لا يدركوه عين يقين أنت فقط الذي تقول يا لت قوم يعلمون بما غفر لرب وجعلني من المكرمين حين تخرج الروح كما تسقط القطرة من فم السقاء لا يشعر المؤمن بعذاب حينها ترى مقعدك في الجنة وترى البشريات والناس يبكون لفراقك فأعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا نعم هذا هو الكيس لهذا أيها الإخوة قال تعالى ألا تخافوا من مشهد ملك الموت ولا تحزنوا على ما ستتركوه وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون فتظهر البشريات أيها الأكارم على وجه الميت تنعكس البشرى على وجه الميت فينبثق ذلك النور على وجهه وكم غسلنا من الأموات فظهر ذلك البياض الناصع وذلك النور الذي يتدفق ويشع من وجه الميت وكم من الأموات ماتوا على حالة الابتسامة نعم لأن الميتاء حين يكشف عنه أو المحتضر حين يكشف عنه قبل خروج روحه يبتسموا لأن البشارة وصلت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون يقول الله سبحانه لماذا لا تخافوا لماذا لا تحزنوا لماذا أبشروا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومن كان الله وليا له أو ولي له فمما يخاف ولماذا يحزن وكيف لا يستبشر خيرا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم لا بد أن نقرأ هذه الآيات لا بد أن نقرأ هذه الآيات أيها الإخوة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ما أعظم هذه الآية ما أعظم هذه الآية أيها الإخوة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كل ما تشتهيه الأنفس تجدونها يا من استقمتم في القول واستقمتم على هدي الله تجدون ما تشتهيه الأنفس دون طلب فإذا دعوتم بشيء أو طلبتم بدعاء وصلكم ما طلبتم فإذا ما اشتهيتم وخطر ببالكم غير ما رأيتم من شيء آخر حضر وكان موجودا قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية انظر إلى هذه الآية قطوفها دانية لا تتعب حتى في استحضار ثمر الجنة بل قطوفها دانية جاء في بعض الآثار أن الرجل وهو على سريره في الجنة تدنو منه الثمرة ويرفع إلى الثمرة على سريره لا بد أيها الإخوة أن نعتقد وأن نؤمن بهذا إيمانا راسخا يجعلنا نرتفع على حضيظ وسفاس في هذه الدنيا لأن الإيمان بالآخرة والإيمان بالجنة أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حينها نستطيع أننا نغلب جانب الروحانيات على الماديات اليوم ما الذي طغى طغى جانب الماديات الماديات الحاضرة الملموسة الناس حين طغت عليها المادة ضعف فيها جانب الإيمان بما أعده الله والحديث على الجنة في القرآن حديث مبسوط منتشر في آي القرآن وفي سوره لماذا؟ لأنه بهذا يحدث التوازن بهذا يحدث التوازن لأن الإنسان يطمع في هذه المشتهيات وخاصة إذا كان الطمع في هذا الحلال نعم جنات عدن قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان لابد أننا نتخيل هذا الأمر الشوق للقاء الله الشوق للقاء الأحبة الشوق للجنة وما فيها من نعيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إذا قال نزلا من غفور الرحيم مغفرة ورحمة لأننا لا ندخل الجنة إلا بعفوه بمغفرته برحمته سبحانه جل وعلا أسأل الله سبحانه جل وعلا ألا يحرمنا هذه الجنة وأن يثبتنا عند لقائه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم لا تقبض أرواحنا إلا ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هو للقلوب ربيعها وجلاهها وملاذها من قسرة الأحزان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر